تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تنطلق سباقات ختام الموسم 2021-2021 للقدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة والتي سينظمها الاتحاد الملكي ستقام سباقات الدولية التأهيلية لمسافة 120 كم و100 كم إضافة إلى سباقات تأهيلية محلية لمسافة 40 و80 كم وأقيم الفحص البيطري في قرية البحرين الدولية للقدرة كما وقف الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على الجاهزية الكاملة من خلال الفحص وسط تواجد واسع من الفرسان والجياد المشاركين في السباقات التي من المؤكد أن تشهد منافسة قوية وإثارة محتدمة بين المشاركين في ظل سعيهم لإنهاء السباق في الصدارة وبهذه المناسبة أكد أسموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة حرصه على تقديم كامل الدعم للإصطابلات والفرسان في مواصلة تحقيق رؤية تطوير رياضة القدرة في المملكة حيث أن الإصطابلات والفرسان يعتبرون العامل الرئيسي والمكمل في مواصلة النهوض بهذه الرياضة العريقة وأوضح سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه السباقات تعتبر واحدة من أهم السباقات على مستوى الموسم خصوصا أن جميع الإصطابلات والفرسان ستتعرف على كافة تفاصيل الجياد وتأمل أن تنهي الموسم بأفضل طريقة وقال سموه حرصنا على توجيه الاتحاد الملكي للفرسية وسباقات القدرة بتنظيم سباق ختام الموسم والذي يأتي امتدادا للتعاون الوثيق مع الإصطابلات والفرسان والحرص على دعمهم وأن هذه السباقات ستكون في غاية الأهمية للجميع ومن المؤكد أن تشهد سرعات عالية ومنافسة قوية على تحقيق المراكز المتقدمة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفان الاتحاد الملكي للفرسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة وكافة اللجان والحكام بذلوا جهودا بارزة في الفترة الماضية حتى الوصول إلى نجاح موسم آخر يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية وهو ما ينعكس على تحقيق نتائج المتميزة لرياضة القدرة في المشاركات الخارجية ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بكافة المشاركين في السباقات التأهلية والمحلية متمنيا لهم دوام التوفيق ونجاح وتقديم أفضل المستويات في السباقات مشيدا نأسموه بجهود اللجان والحكام والاتحاد الذي سعى دائما إلى تميز بطولاته منذ سباق الأول وهذا لم يأتي إلا من خلال الاستعداد المبكر والجيد لكافة السباقات اشتركوا في القناة